لم تكن حروب الثلاثين عام وغيرها حروباً دينية إنما ألبس الثوب الدين بدليل أن كاردينال فرنسا مثلاً وهو كاثوليكي نصح ملك فرنسا فاستجاب له أن يقف ضد أسبانيا في هذه الحرب يقف مع البروتستانت ضد الكاثوليك مع أنه كاثوليكي إذا لم تكن حرباً أقدية حقيقية كانت حرباً سياسيةً اقتصادية لبس الثوب الدين وهذا الذي في منطقتنا تماماً أكثر من ذلك منطقتنا معركة ما بين الخلافة والولاية مثلاً مثلاً هذو لا يدعون الخلافة صحاب داعش الله يدينوا إياهم القاعدة هذو لا يدعون الولاية وأي منهما على حق من وجهة نظر الفقير كلاهما على باطل في هذه المسألة كلاهما على باطل في هذه المسألة الذين يدعون أنهم يقومون إلى إحياء الخلافة وجعلوا الخلافة أصلاً من أصول الدين هذا باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مطبقين على أن مسائل الإمامة أي الحكم هي من الفروع ليست من أصول الدين ذكر ذلك جمع كبير من أئمة أهل السنة والجماعة ومن قرأ هذا غياث الأمم وغيرها والأحكام السلطانية وكل كتب المتعلقة بالسياسة الشرعية سيجد أن أهل السنة والجماعة مطبقين بل كتب الاعتقاد مطبقين على أن مسائل الإمامة من مسائل الفروع ليست من مسائل الأصول حتى نص عدد من أئمتنا أنهم عندما يذكرونها في كتب العقيدة يذكرونها للرد على الاثناشرية الذين جعلوها من أصول الدين حتى جاء الأستاذ البنى غفر الله تعالى لنا وله وصدع بقوله بأن الإمامة من أصول الدين أن الإمامة من أسس الدين يعني دفع من الفروع إلى الأصول ومن الكارثة وقال هذه الكلمة ثم جاء الأستاذ سيد قطب غفر الله لنا وله وقعد لهذه المسألة في مسألة الحاكمية والجاهلية وغيرها وجاء بعقيدة الخوارج وألبسها ثوب أهل السنة والجماعة وهو تكثير من لم يحكم ما أنزل الله تكثيرا مخرجا عن الملة على أن أهل السنة من لدن بن عباس إلى عصرنا هذا إلى الشيخ الشعربي أطبقوا على أنه كفر دون كفر عدم تطبيق الشريعة أنه كفر دون كفر لا يخرج عن الملة فهذا التلاعب والحق الإلهي في الولايات هذا التحريف في مقابلة مسألة 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 الولايات الفقه العامة التي هي في أصلها أيضا تحريف للمذهب الاثنعشري كما أن المسألة الخلافة بهذه الطريقة التي تطرح تحريف المذهب السني عندنا هم عندهم حصل تحريف المذهب الاثنعشري مطبق على مدى القرون على عدم صحة ولاية الفقه العامة وقال بها بعض من شذ في الرأي من بعض مراجع جبل عامل وردوا عليهم المراجع على الإطلاق لكن لما نجحت الثورة الإيرانية أعادوا استدعاء ولاية الفقه العامة التي هي ضد ما أطبق عليه وخالف الخميني في ذلك كبار مراجع الشيعة ومن ضمنهم نائبه آية الله العظمى من المتظري الذي عندما خالفه أقصاه وجعله في الإقامة الجبرية إلى أن مات في قم فجمهور أئمة الشيعة المراجع الشيئين المعاصرين كانوا ضد ولاية الفقه العامة ويعتبرون انحرافا هذا انحراف مشترك كان فيه لقاء فكري بين إخوتنا من الإخوان المسلمين وإخوتنا من أصحاب الثورة الإيرانية هدانا الله وإياهم على هذه الفكرة